نفذت لجنة التوعية بسيادة القانون المرحلة الثالثة من الحملة التوعية لمكافحة الظواهر السلبية التي تستهدف المقار العسكرية وإصلاحيات السجون بالعاصمة المؤقتة عدن وتهدف الحملة إلى توعية الجنود وأفراد القوات الأمنية والعسكرية بمخاطر انتشار الفكر المتطرف وتعاطي وترويج المخدرات وحمل السلاح وطرق مكافحتها قانونيا ومجتمعيا وثقافيا وخلال زيارة اللجنة إلى مقر قيادة قوات حماية المنشآت أكدت رئيسة اللجنة الدكتورة سلوى بريك على ضرورة تكاتف كافة الجهات من أجل نشر التوعية القانونية والثقافية وتعزيز الجهود الرامية لمكافحة هذه الظواهر وضررها الكبير على المجتمع بدوره أشار قائد قوات حرس المنشآت العميد أحمد بن عفيف على أهمية تنفيذ مثل هذه الحملات التوعوية الهادفة والرامية إلى الحفاظ على استقرار المجتمع ترجمة نانسي قنقر